اشتركوا في القناة حكيمي تعلمت من ميسي نقطة مهمة جدا عندما كان يلعب في البي اس جي كشف الدولي والمغربي اشرف حكيمي عن بعض الطرائف التي جمعته بالنجم الارجنتيني ليوني الميسي اثناء لعبه رفقة نادي باريسان جرمان الفرنسية واضح حكيمي انه تعلم الشيء الكثير من ميسي قائلا انه اشبه بكتاب التعلم الكرة القدم اللاعب بجانب اليوم ميسي لا يتاح للجميع ويجب عليك الاستفادة منها اقصى ما يمكن واضف ايضا لقد تعلمت من ميسي طريقة تنفيذ الكرات التابتة لقد ساعدنا كثيرا في تعلم تقنيات تنفيذها بفضل سجلت ضربتين حرتين في كان الكاميرون ميسي كان اول من هنأني عبر رسالة في الواتساب واتنى حكيمي على اخلاق النجم العالمي ليوني الميسي مشيرا انه شخص متواضع ويحب مساعدة الجميع خبر عجل نجم المغربي يصطم الرجراجي ويرفض تمتيل المنتخب المغربي رفض عيسى ديوب مدافع فريق فولهام الانجليز لكرة القدم وجددا دعوة وليد رجراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لحمل قميس الاسود وحاول رجراجي اقناع ديوب بحمل قميس المنتخب الوطني حسب مصادر مقربة من محيط الاسود وبرز ديوب ليرجراجي انه حسم قرره مسبقا بخصوص المنتخب الذي سيدافع عن الوانها مشيرا له انه لن يلعب الا للمنتخب الفرنسي ويحمل ديوب ثلاثة جنسيات وهي الجنسية الفرنسية والمغربية باعتبار والدته مغربية والسينيغالية باعتبار والده سينيغاليا وسبق ليرجراجي محاولة اقناع ديوب بحمل قميس المنتخب الوطني لسد الخصص الذي يعانيه خط الدفاع دون ان ينجح في اقناعه في تغيير رأيها اخيرا ظهور الحالة الصحية للنجم المغربي براهيم دياز كشف خوان كاميلو المتحدث الاعلامي لنادي ريال مدريد لكرة القدم عن اخر تطورات الحالة الصحية للدولة المغربي براهيم دياز وتعرض النجم المغربي براهيم دياز لاصابة قوية خلال انتصار فريقه بتنائية على ريال سوسيداد يوم السبت الرابع عشر من شتنبير الماضي ضمن منافسة الجولة الخامسة من الليغا في معقل الاخير بملعب الانويتا واكد كاميلو في تصرح لموقع سيتانفوس بورا اللاعب لا يزال في مرحلة التعافي من اصابته مما يأكس وضعه الحالي في عملية التأهيل وقال المتحدث الاعلامي لنادي ريال مدريد براهيم دياز لا يزال في مرحلة التعافي وتعتبر اصابة النجم المغربي براهيم دياز خسارة كبيرة للفريق الملكي خاصة في ضل اهمية المواجهات القادمة وسيكون الفريق الملكي على موعد في الفترة المقبلة مع مبارية قوية لعل ابرزها مواجهة بروسيا دورتموند الالماني في دور الابطال وكذلك مواجهة الكلاسيكو امام برشلونة حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق نتائج ايجابية لتعزيز موقفه في المنافسات المحلية والاوروبية ويغيب دياز على ايحة الاصود الخاصة بمواجهة افريقيا الوسطى يومي الثاني عشر والخمس عشر من اكتوبر الجارية بمدينة وجداء لحساب الجولة الثالثة والرابعة من تصفية كان الفين وخمسة وعشرين وعلق رقراكي على هذا الغياب بالقول دياز استعرض للاصابة رفقة فريقه ريال مدريد بعد عودته مباشرة من المنتخب وما زلنا غير متأكدين من مشاركته معنا في المعسكر التدريبي في شهر نومبر وسنستشير الفريق الطبي لريال مدريد لتحديد مدى خطورة اصابتها الإطار الوطني عادل رمزي مدريب المنتخب الهولندي يكشف تفاصيل متيرة عن خطة هولندا لحرمان المغرب من المواهب المغربي الصعيدة أكد الإطار الوطني عادل رمزي مدريب المنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة لكرة القدم أن المشروع الذي وضعه اتحاد الكرة في بلاد الأراضي المنخفضة يتطلب مجهودات كبيرة لإنجاحها معربا عن سعادته الكبيرة ليكون جزءا منها لتطوير منتخبات الطواحين في جميع الفئات العمرية وقرر رمزي العودة من جديد إلى الديار الهولندي بعدما خطبت حض الكرة المحلي وده للعمل في إطار مشروع مع المنتخبات البرتقالية لتطوير جميع الفئات وفق أسلوب خاص لتطعيم المنتخب الأول مستقبلا بمواهب قادرة على التألق وخذ رمزي تجربة قصيرة مع الويداد الرياضي الموسم الماضي كان خلالها قريبا من التتوجيب لقب الدورة الأفريقية لو نلهزم في المباراة النهائية أمام ماما مالودي ساندونزا الجنب الأفريقية وقال عادي الرمزي التجربة مع الويداد كانت ناجحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى نقد اشتغلنا بجد لإصال فكر كروي خاص لللاعبين حققنا نتائج إيجابية رغم الظروف الصعبة التي تحدثنا عنها من قبل تدريب فريق من حجم الويداد يبقى شرفا لكل مدرب أتمنى أن أكون قد قدمت كل ما في وصعي لهذا الفريق الكبير الذي تربطني علاقة ود كبيرة بجمهوره العريض وبخصص عودتي لهولندا قال بعد نهاية تجربتي في الويداد اخترت الاستفادة من قسط من الراحة لترتيب أوراقي حينها تلقيت بعض الاتصالات من أندية وطنية وعربية ولم تشال أقدار أن أخذ تجربة جديدة بالملاعب العربية أو الإفريقية بعدها تلقيت عرضا من الاتحاد الهولندي وأضف بالنسبة لي هولندا صنعت جزءا كبيرا من مشوار الكروين بعد بلد المغرب تعلمت أشياء كثيرة هنا وشرف كبير لي أن أكون أحد مداربي المنتخبة الهولندي هذا الأمر ليس في متناول الجميع لذلك أشكر اتحاد الكرة الهولندي على تقته الكبيرة وسعيد بالعمل مع مجموعة من المداربين الكبار عندما تلقيت العرض من الاتحاد الهولندي لكرة القدم كانت لدي بعض الاتصالات لكنني رفضت جميع العروض من أجل خوض هذه التجربة المهمة في مشوار تدريبية هولندا بلد متشبع بكرة القدم الحديثة وهناك عمل على التطور بشكل يوميا لذلك اخترت خوض هذا التحدي وأضاف المدارب عادل رمزي حتى عندما تعقدتم مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم توصلت ببعض العروض لكنني اعتذرت لدينا مشروع مع الطواحين يجب علينا أن نركز عليها كما ينبغي وأن ننجح فيه بالطريقة التي يتمنى اتحاد الكرة في هولندا لدينا تنصيق مع جمع المداربين في باقي الفئات بمن فيه مدارب المنتخب الأول رونالد كومان وبخصوص اللاعبين مزدوجي الجنسي قال عادل رمزي أنا أنظر إلى اللاعب كشخص أرا فيه إمكانياته الكروية ومدى قدرتها على تقديم الإضافة لفريقي لا أتحدث مع اللاعبين عن هذه المواضيع بخصوص المنتخب الذي سيمثلونها أحترم جميع الأراء وهذا الشق هو من اختصاص مسؤول الاتحاد الهولندي لكرة القدم أما بالنسبة لي كمدرب فتركز يكون على العمل مع اللاعب وتطوره بأفضل طريقة ممكنة وبهذا يؤكد عادل رمزي أنه لا يتدخل في اختيارات اللاعبين وأنه لن يجبرهم على اختيار المنتخب الهولندي على حساب المنتخب المغربي اشتركوا في القناة